دولة رئيس الوزراء الوثيق بين ألمانيا والعراق واليوم اتفقنا على برنامج عمل وضع البنى لتعاوننا والتركيز على الميادين الأساسية ألمانيا قامت بدعم العراق في الأعوام الآخرة السيما ليتمكن العراق من تحقيق الاستقرار بعد الفضائع التي ارتكبتها داعش وإلى اليوم لا يزال الجيش الألماني موجود في العراق وكذلك من خلال الوسائل المدنية نحن نحاول تحقيق الاستقرار في العراق والمساعدة في التنمية الإنمائية التعاون الماني والمساعدة الإنسانية نحن متفقان نريد مواصلة التعاون بين بلدينا مع تشكيل الحكومة الجديدة تستطيع العراق أن تفتح صفحة جديدة بتاريخ البلاد وأن حكومة رئيس الوزراء السوداني قد أعلنت بأنها ستركز على الإصلاحات الاقتصادية على خلق فرص العمل والنمو وتحسين الخدمات للمواطنين والمواطنات وهي أهداف طموحة جداً ندعمها كل الدعم تكلم أيضاً عن إمكانية تعميق علاقاتنا الاقتصادية يسرني كثيراً على الاتفاقية التي تم عقدها بين وزارة الكهرباء العراقية وبين سيمينس لتحديث الكهرباء في العراق هذه الشاركة طويلة الأمد لن تحرص فقط على زيادة إمكانية الكهرباء في العراق وإنما أيضاً على إزالة الكربون وتخفيض الانبعاثات غاز الدفيئة وهذه مساهمة من ناحياتنا لتحقيق الاستقرار وأمل أن يتم وضع الاتفاقية ووضع التنفيذ بأسرع وقت وسوف نبقى طبعاً على تواصل فيما يتعلق بحماية المناخ هذه المسألة الجوهرية الآن ويسرني أن العراق يريد تنويع الاقتصاده وعدم التركيز فقط على الطاقة الأحفورية يجب تخفيض الميتان وزيادة الطاقات المتجددة لسيما الطاقة الشمسية التي تقدم فرصة كبيرة في البلد العراق هو أحد البلاد للأسف المتأثر بشكل أكبر بالتغير المناخي نريد أن نقدم المساعدة للعراق ألمانيا تقدم خبرتها ومساعدتها ليتمكن العراق من التغلب على هذه التحديات الجسيمة كذلك التحديات الحرب لا تزال قائمة فـ 1.2 مليون من الرجال والنساء هم من المتجردين داخليين منهم كثير من الأيزيديين في حديثنا تكلمنا كيف نستطيع أن نخلق لهؤلاء الأشخاص فرص للمستقبل وتعزيز عملية المصالحة الوطنية وطبعاً الدعم النساء وحقوق الإنسان من المواضيع الأخرى كانت مواضيع الهجرة كيف نستطيع أن نتعاون سنوياً لنسمح للمهاجرين العراقيين والعريقيات العودة إلى بلدهم وبالنهاية تكلمنا أيضاً عن الوضع الإيجابي الذي يلعبه العراق في الوضع الوساطة في المنطقة وأمل أن نتمكن من مواصلة هذا النهج وأن يساعدنا ذلك على خفض التوترات شكراً جزيلاً دولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة على هذا الحديث بالفعل الفعال والمثمر والعميق جداً شكراً جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً سيادة المستشار تدال على الدعوة لهذه الزيارة وشكراً على التهنية وعلى الروح الإيجابية التي ساعدت الاجتماع اليوم هذا الاجتماع الذي سوف يؤسس لعلاقة وشراكة استراتيجية بين العراق وألمانيا كانت هذه العلاقة على مدى التاريخ علاقة متميزة وشهدت دعم واضح من ألمانيا للعملية الديمقراطية في العراق فضلاً عن الدعم العسكري والأمني أثناء الحرب على داعش أيضاً وجود الفرق أو الفريق الاستشاري التدريبي والذي يعمل مع القوات الأمنية العراقية كل ذلك محط تقدير وتنام ولا ننسى الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته ألمانيا وخصوصاً في المحافظات والمناطق المحررة اليوم في زيارتنا من ليلة أمس كانت لنا سلسلة لقاءات مع شركات مع رجال أعمال وغرف التجارة والصناعة واليوم من خلال هذا الاجتماع الذي أوضحنا فيه رؤية الحكومة العراقية هذه الحكومة الجديدة التي جاءت وفق برنامج حكومي مدعوم من غالبية ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي قد وضعت أولوياتها باتجاه الخدمات وتخفيف نسب الفقر وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي نحن جادون بتنفيذه وجانب مهم من هذا الإصلاح يتعلق بتنويع مصادر الدخل واليوم الملفات التي كانت خاضعة للنقاش في أثناء هذه الزيارة هو طرح فرص استثمار الغاز الغاز المصاحب لإنتاج النفط وكذلك الغاز الطبيعي وأيضا استثمار في قطاع البترو كيميائيات هذه الجوانب مهمة جدا لتوليد فرص عمل لتأمين احتياجات العراق والمنطقة العراق بلد يمتلك موارد طبيعية هائلة وموارد بشرية قادر أن يكون محور للاقتصاد في المنطقة والعالم نعم لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمينز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات أخرى إضافة إلى شركة سيمينز في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة هناك مجالات أخرى تتعلق بالعلاقة وأهمية التعاون خصوصا في مجال استرداد المطلوبين والأموال ضمن حملة الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي وفضلا عن استرداد الآثار هناك دعم واضح من ألمانيا في محطات سابقة أيضا خلال هذه الزيارة تطرقنا إلى ملف مهم وهو الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومواجهة التغييرات المناخية التي يعاني منها العراق على مستوى شحة المياه وقلة تخصيصات الحصص المائية في نهري الدجلة والفرات وأثرها على قطاع الزراعة والبيئة الأمر الذي أدى للأسف إلى زيادة تسبة التصحر أيضا معالجتنا لاستثمار الغاز المصعب هو تندرج ضمن هذه المعالجة معالجة الآثار البيئية والتغييرات المناخية هناك لمسناك وفد عراقي جدية واضحة نأمل أن تتابع من خلال فرق مختصة لتنفيذ هذه التفاهمات وجعلها موضع التطبيق في أسرع وقت ممكن أكدنا لسيادة المستشار حرص الحكومة على منهج علاقاتنا الخارجية والإقليمية منهج العلاقات المتوازنة ودورنا الريادي دور الطبيعي لبلد مثل العراق في المنطقة والعالم في تقريب وجهات النظر وبنفس الوقت قفض التوترات الأمر الذي يسهم في أمن واستقرار المنطقة والعالم ونثمن الدعم الحكومة الألمانية لحكومتنا في هذا الإطار شكرا سيادة المستشار شكرا جزيلا أن ننتقل الآن إلى الأسئلة من العربية السؤال الأول دولة الرئيس لديه سؤالان الأول يتعلق بسمات الدخول تحدثتم يوم أمس عن السماح للمستثمرين الألمان بالدخول عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية كيف سيتم العمل بهذا القرار وما هي شروطه لدخول المستثمرين يتعرفون أن هذا القرار هو الأول من نوعه في مجال الاستثمار الثاني يتعلق بأولويات تنفيذ الشراكات التي تم الاتفاق عليها هل هي الكهرباء للغاز المصاحب أم البتروكميويات؟ نعم موضوع البنح السماد هذا قرار اتخذت الحكومة من خلال وزارات والمؤسسات المعنية للمستثمرين للشركات من أجل تذليل المعاوقات ودخولهم أيضا هناك جانب مهم يتعلق بمسألة تشجيع السياحة والوفود السياحية من ألمانيا إلى العراق لسياحة الثارية والسياحية ساهمنا في تذليل هذه المعاوقات أمام هذه المجاميع الحكومة جادة في مراجعات مستمرة لأهم المشاكل التي تعترض توفير البيئة الآمنة الجاذبة للمستثمرين والشركات الكل يعلم حجم التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينس اليوم توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن مشاريع في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع فضلا عن التأكيد على التدريب المهني الذي يخلق فرص عمل في هذا القطاع وتقديم رؤية في مجال الجباية بتقدير هذه المذكرة تنفيذها سوف ينعكس بشكل واضح على توفر طاقة كهربائية للعراق خصوصا وأن الحكومة قد وضعت التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه المذكرة حضرة المستشار لقد قلتم بأنكم تكلمت عن الغاز مع دولة رئيس الوزراء ولكن لم تقولوا ما هو هدف هذه ما هو الهدف هل هدف حكومتكم أيضا أن تحصل ألمانيا على الغاز من العراق أو هل سوف يكون هناك زائدات في الغاز وسؤال إلى دولة رئيس الوزراء هل أيضا تأملون أنه من خلال إمداد الغاز أن تكون الشركات الألمانية أن تستثمر في تنقيب الغاز في العراق نعم شكرا جزيلا على هذا السؤال لقد توصلنا إلى قرار استراتيجي وهو أننا في الأعوام المقبلة نريد أن نضمن أمان الطاقة في ألمانيا هذا يعني يجب أن تكون الخزانات مليئة وأننا في وقت وجيز لقد طرينا أن نفتح 20 محطة للغاز لضمان أمن الطاقة لأن الغاز الروسي بشكل مفاجئ قد توقف وهذا يعني أيضا أننا نريد الاستفادة أيضا من إمكانيات الغاز من الدول الأوروبية الغربية لنرفع الإمكانيات ويندرج ضمن ذلك أيضا أننا على المرافق الألمانية أننا نقوم ببناء مكتف لمحطات الغاز المسال وهناك حاجة كبيرة لا تقتصر فقط على ألمانيا فأن الشبكات الغاز أيضا ممتدة إلى النمسا، تشيكيا، هنغاريا، بولونيا ويجب أيضا إمدادها بهذه المواد الخام إذن من مهمتنا أيضا أن نساهم أن تكون بنات التحتية للاستيراد أن تحرص أيضا على أن ما يتم استيراده عبر مرافقنا في ألمانيا أيضا أن نكون كدولة مرور لدول أخرى وهذا طبعا هنا يجب أن نستثمر الكثير طبعا هنا لا نتكلم عن الإمكانيات الفائدة بالعكس يجب أن يكون هناك إمكانيات كافية وهنا أيضا نريد أن نستفيد من إمكانية الواردات المتنوعة بالعكس عن الماضي لا نريد أن نكون فقط مركزين على مصدر واحد والعراق قد يكون طبعا لنا طبعا شريك نتمناه كثيرا فيما يتعلق بالغاز والبترول ولكن بغض النظر عن هذه القرارات نريد أن نحرص أن هنا في ألمانيا وفي العالم أن نتمكن أيضا من استخدام الهيدروجين وأن نتعاون مع دول كثيرة مثلا مع النروج استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين ولتخزين ثاني أكسيد الكربون والوزير هابك تكلم عن هذا الموضوع في النروج وأيضا نتكلم عن إنتاج الهيدروجين هنا في ألمانيا وأن نعزز بناء الطاقات المتجددة لنكون عام 2045 دولة خالية من الثاني أكسيد الكربون ولكن نحتاج طبعا إلى تكنولوجيا ليس فقط لن يتم فقط إنتاجها في ألمانيا وإنما في أنحاء العالم ويمكن الاستفادة منها في كل أنحاء العالم بالتأكيد الكل يعلم أن العراق دولة مهمة في مجال الطاقة سواء كان على صعيد الإنتاج النفط أو الخزين النفط والغاز وهو يسعى ضمن منظمة أوبك لتلبية احتياجات السوق العالمية بما يؤمن مصالح المنتجين والمستهلكين لدينا خطط طموحة وعدة من فرق استشارية وجهات الطاعية لاستثمار الغاز الذي يحرق يوميا الغاز المصاحب لإنتاج النفط وكذلك الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي ولدينا خزين كبير ومهم لم يستثمر لحد الآن هذه الخطط من المؤمل أن تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وبالتأكيد تفاهمنا مع ألمانيا وعرضنا على هذه الفرص هي دعوة للشركات الألمانية للاستثمار في هذا القطاع هناك عمل مستمر في العراق الشركات الآن تنفذ أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط وهو ميناء الفاو الكبير وهناك شركات تتفاوض معنا لمدة سكة الحديد من ميناء الفاو وأنابيب نقل الغاز من الميناء إلى تركيا وإلى أوروبا هذه مشاريع استراتيجية تعمل عليها الحكومة وزيارتنا اليوم هي تندرج ضمن هذه التفاهمات الأولية بهذا الإطار السلام عليكم مراسلة قناة دجل ندا المرسومي أبدأ بسؤال الأول مع سيد رئيس الوزراء سيادة الرئيس هل هناك مشاريع فورية ستباشر بها الشركات الألمانية في العراق وفي أي مجالات والسؤال الثاني إلى سيد المستشار كيف تنظرون إلى الشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة وإلى أي مدى أنتم راضون ومنفتحون على الاستثمار في العراق شكرا جزيلا شكرا جزيلا ذكرت عن المجالات التي تم التباحث بشأنها ما يتعلق بملف الطاقة الكهربائية مع سيمينز قدمنا تفاهم وحظية بالموافقة والتوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينز يهدف هذه الاتفاق إلى زيادة الطاقة الانتاجية من الكهرباء وبنفس الوقت تحسين عملية النقل والتوزيع التي سوف تساهم قطعا بتوفير طاقة كبيرة تمثل ضاععات اليوم محرومة منها الشبكة الوطنية أيضا هناك توجه وتفاهم مع سيمينز بمسألة تدريب المهني ورفع قابليات وقدرات العاملين من أجل خلق الصناعة تؤمن مستلزمات العمليات ومشاريع النقل والطاقة الكهربائية هذا يندرج ضمن توفير فرص العمل هناك قطاعات أخرى في الصحة أيضا كان لقاء مع سيمينز الصحة عرضنا لهم رؤيتنا في هذا القطاع والذي كما تعلمون أنه يحظى بأولوية في برنامج حكومتنا لدينا مستشفيات منجزة قيد الافتتاح وقسم منها قيد الانجاز قريبا سوف تكون باكورة أعمال شركات عالمية تدخل على إدارة القطاع الصحي ننتظر قدوم شركات بناء على الدعوة التي وجهناها أثناء تجمع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية للمجيء إلى بغداد للإطلاع ميدانيا على الفرص الأخرى في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعليم هذه فرشة واسعة نعم طموحة لكن لا تخلو من الجدية والإصرار والإرادة على تعزيز هذه الشراكة مع الأصدقاء في ألمانيا نعم شكرا جزيلا على سؤالك لا أستطيع هنا أن أعاقب كثيرا على ما قاله دولة رئيس الوذراء وطبعا نريد تعمق تعاوننا لسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الكهرباء وأيضا أن نحرص على أن تكون المشاريع مع سيمينس أن تضع موضع التنفيذ أيضا مع شركات أخرى أن يتم استخدام الطاقة بشكل فعال أن يكون هناك بنى تحتية مستقرة وأن يكون هناك إطار محدد يحرص على أن تكون العمل على المدى الطويل وهنا تكلمنا عن الكفاءات المطلوبة وطبعا تعميق العلاقات الاقتصادية البتروكيميات طبعا تلعب دورا كبيرا سوف نحرص على التقدم في هذا المجال طبعا المسائل المتعلقة بالغاز والبترول لقد تترقنا إليها ولكن هناك أيضا خدمات أخرى مثل طبع جوازات السفر بالفعل مواضيع كثيرة أهم شيء أن نضع الإطار الأساسي وهذا مهم كثيرا للشركات الألمانية أن يكون هناك أنظمة قانونية مستقرة وواضحة أن تستثمر في لنقل ما كان فيها فساد وتكلمت مع دولة رئيس الوزراء حول هذه النقطة ونريد أن نوسع تعاوننا فيها شكرا جزيلا حضرة المستشار بولونيا قالت بأنها مستعدة لتقديم دبابات ليوبارد سنين إلى أوكرانيا ألمانيا تلعب دور مهم في هذا المجال لأنه يتم إنتاجها هنا لذلك سؤالي هل ألمانيا مستعدة في التحالف الأوروبي أن تسلم دبابات ليوبارد إثنين إلى أوكرانيا أو هل هناك أسباب تمنعكم من ذلك ودولة رئيس الوزراء الجيش الألماني موجود سنوات كثيرة في العراق في التحالف ضد داعش كم تعتقدون أن على الجيش الألماني ما هي المدة التي يجب أن يبقاها لتحقيق الاستقرار ألمانيا هي من الدول التي تدعم أوكرانيا بشكل كبير من الناحية العسكرية ألمانيا وأيضاً بريطانيا بشكل واسع وسوف ندافع عن هذا الموقف الأولي أن نواصل دعمنا لأوكرانيا وطبعاً ليس فقط لأصدقائنا في أوكرانيا نقول لهم ونقول أيضاً للروس بأننا سوف نواصل هذا الدعم طالما هناك الحاجة لذلك هذا التزام واضح فيما تعلق بالأسلح التي سلمناها هي أسلحة بالفعل فعالة جداً منها الدبابات التي طبعاً تساهم في تصبح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم وبعد التفاهم أيضاً مع بريطانيا والولايات المتحدة حتى الآن نحن الدول الثلاث التي تقوم بذلك أنها أسلحة بعيدة المدى ومن المهم كان لي أنه بالتعاون مع الرئيس الأمريكي أننا أعلننا ذلك سوياً فيما يتعلق بالدفاع الجوي نحن في الواجهة ونقدم المساعدة ونقدم الأسلحة الناجعة جداً ليس فقط دبابات الجيبارد ولكن إيرستي وأيضاً الباتريات ولكن هذا فقط جزء من المجموعة مجموعة الأسلحة الفعالة مثل الدفاعات الدبابات وهذا أيضاً جوهري جداً وفيما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في سبتمبر في شهر أيلول حرصنا على أن يكون هناك إمكانية مع البرتلي وناقل الجنود مدرع البرتلي وماذا التي يمكننا أن أيضاً نضعها موضع التنفيذ وهذا يتطابق أيضاً مع القرارات أنه يجب أن نعلنها مع الأمريكيين سوياً وهنا كما ترون أننا يجب أن ننصق بشكل وثيق مع أصدقائنا وشركائنا وهذا المبدأ سوف نبقيه إذن لن تقوم ألمانيا بتصريحات حماسية وسريعة كل عشرة دقائق في مسائل جدية وفي مسائل أمنية طبعاً نحرص على أن نتشاور بشكل وثيق أن ندرس كل خطوة بشكل دقيق ونظراً إلى التصريحات العالية والمختلفة أن أكثرية المواطنين والمواطنات هم موافقون على القرارات المتوازنة والقرارات التي نأخذها بتماع وهذا هو النهج الذي نريد أن ننتهجه بالتوافق مع مواطناتنا وشكراً جزيلاً في الوقت الذي نثمن الدعم العسكري والأمني من قبل ألمانيا للعراق في حربه على داعش فإننا نؤكد بأن أجهزتنا الأمنية بكامل صنوفها وتشكيلاتها قادرة على ردع الإرهاب وهي وصلت إلى مرحلة من السيطرة والجهوزية التي تمكنها من حفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء العراق وبالتالي العراق اليوم لا يحتاج إلى قوات قتالية ما موجود هو فريق استشاري للتدريب والدعم المعلوماتي عملية وجود فرق المستشارين من التحالف الدولي بشكل عام تغضع حالياً لمراجعة من قبل الأجهزة الأمنية لتحدد بشكل مهني وفني حجم هذه البعثات التدريبية من المستشارين ونوعية المهام والمدة لتحتاجها القوات الأمنية حتى تتمكن من تطوير قابلياتها وقدراتها بالشكل الذي يؤمن الحفاظ على أمن واستقرار العراق أولاً وديمومة عملية ملاحقة فلول داعش الإرهابي الذي يمثل خطر ليس فقط على العراق وإنما على المنطقة والعالم شكراً جزيلاً على حسن الإصغاء وأتمنى لكم يوم الناجحة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً